تدي مع حضرتك لو اتكلمنا يعني على هدي نبينا الكريم صلواته الله وسلامه عليه عن كيف كان يتعامل الرسول مع أهل بيتك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم أمن ولاه واتبعه ده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله من أساسيات الأسرة السعيدة والبيت السعيد هو الذي يقوم على المشاركة هو الذي يقوم على التعاون وعلى الحب وعلى المودة لا على هذا البيت الذي يقوم على الندية وعلى الأنا لا بالعكس التعاون هو أساس كل شيء في هذه الحياة الدنيا سواء مع زكتي أو مع أهل البيتة أو مع أي حد الله قال في القرآن الكريم وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاونُوا عَلَى إِثْمُ وَمِنْ أَكْبَرِ الألوان التعاون على البر والتقوة في البيت الله يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إذن من أساسيات البيت أن يحمل كل واحد مننا هم الآخر وأن يشعر كل واحد مننا بهم الآخر كل واحد فينا يخاف على إحساس الآخر وعلى هم الآخر وعلى ما يعني يحزن الآخر فلا يفعله كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قدوتنا ودستورنا صلى الله عليه وسلم وهو من أمرنا ربنا أن نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا حسن رسول الله قال في حديثه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أخيه اللي هو المسلم أو جاره أو قريبه فما بالك بزوجتك اللي في البيت اللي هي أقرب الناس لك زوجتك في البيت وأولادك في البيت هم أقرب الناس وهم أولى الناس بحنانك بعطفك بمودتك بكل شيء جميل إذاك نستغرب بعض الناس يكون برا البيت يعني مبسوط ومتفل وعشرة يجي هو البيت يرجع في البيت لا بالعكس سنة رسول الله كما تفضلت قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي البيت قلبكم جماعة البيت هذا هو طريقي للجنة البيت هذا في أولادي أو مع زوجتي طريقي للجنة كان سيدنا رسول الله لا يستنكف ولا يستكبر مع أنه صلى الله عليه وسلم هو من هو في الفضل وفي المكانة وفي الشرف سيدنا رسول الله هو أفضل من خلق الله لكن مع ذلك كان عندما يجلس مع السيدة عائشة أو مع أحد زوجاته صلى الله عليه وعلى سلم عندما يسألنا سيدنا رسول الله بيعمله في البيت هل بيخش البيت وهو يعني متكبر مستكبر عنده أنفى عن العمل في البيت ولا كان يعمل فكانت تقول لله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مهنة أهله في خدمة من؟ في خدمة أهله وهذه هي الرجولة الحقيقية هي القوامة الحقيقية التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم الرجال وقوامون على النساء القوامة ليست قوامة تسلط ليست قوامة يعني رأيي أنا وبس فقط لا غير لا القوامة قوامة تعاون مشاركة مودة ورحمة تسيير وإدارة أعمال البيت كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يكون في خدمة أهله يعني في مهنة أهله كانت تقول رضي الله عنها وأرضاه يخصف نعله النعل تقطع عزكم الله هو الذي يخيطه بنفسه ويرقع ثوبه يخيط كمان الثوب بتاعه في حيث تقطعت ويحلب شاته عاوز سوية لبن عنده الشاه في البيت هو الذي يقوم بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحلب شاته ويشرب بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قالت فإذا حضرت الصلاة خرج وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا الصلاة التي هي واسدة بين العبد ورب اتصال بين العبد ورب فسيدنا رسول الله هو سيد المتواضعين فالرجولة الحقيقية هي أن تكون متواضعا مع نفسك ومع أهل بيتك لا تستنكف ولا تستكبر أن تعاونهم في أي شيء من شؤون البيت ترجمة نانسي قنقر